السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بمحاضرة اليوم راح نحتي عن الاناتومي of the larynx هذا المحاضرة الثانية من الرسبايراتوري سيستم من الجهاز التنفسي راح نحتي عن اللارنكس وهو ما يقصد به الحنجرة بداية كلامنا عن اللارنكس لازم نعرف انه اللارنكس consist of the cartilage, membrane, muscle and focal fold اذا اللارنكس او الحنجرة تتألف من cartilage وده نشوف هاي الغضاريف اللي بلون الازرق غضاريف, membrane, هاي الاغشية, membrane وكذلك من مصل عضلات وfocal fold والحبال الصوتية احنا كل وظيفة اللارنكس هي وظيفة اصدار الصوت وبالتالي وظيفة اللارنكس هو او function of the larynx هو الفويد الصوت احنا لازم نعرف قلنا cartilage, membrane, muscle and focal fold اول جزء راح نحتي عنه هو cartilage of the larynx يعني غضاريف اللارنكس اللارنكس يتألف من العديد من الغضاريف راح نحتي عنهن بالتفصيل الغضروف الاول اللي راح نحتي عنه هو هذا الغضروف اللي ما يسمى بالthyroid cartilage وكلتنا سامعين بالthyroid gland الغدة الدراقية فالthyroid cartilage هو نتيجة وجود الغدة الدراقية امامه فيسموه thyroid cartilage صفات هذا الكارتilage او اهم مميزة نعرف عنه هو يتكون من طولة منه يعني من طبقتين وكذلك عنده هاي البرومننت ايريا او المنطقة اللي تكون بارزة ولنسموها ادمز ابل او تفاحة ادم اللي مشهورة هاي كلتنا موجودة اذن وين موجودة؟ موجودة بالthyroid cartilage ايضا نلاحظ عنده نوتشات هاي سوبرير نوتش انفيرير نوتش هاي اهم الاشياء اللي لازم نعرفها عن الغضروف الكارتليج الثاني او الغضروف الثاني راح نشوف عنه هو هذا الكارتليج او ما يسمى بالكريكويد كارتليج اذا الكارتليج اول هو الثايرويد الكارتليج الثاني نسميه كريكويد كارتليج الكريكويد كارتليج هو عبارة عن ارش ولامينة يعني هو عبارة عن قوس او ارش ولامينة وصفيحة هذا بالنسبة للكريكويد كارتلج أيضا الغروف اللي عندنا بهذه الصورة هو الإبيقلوتس أو لسان المزمار وهو من ضمن الكارتلج اللحظة بهذه الصورة هذا الإبيقلوتس هذا التايرويد كارتلج هذا الكريكويد كارتلج فوق الكريكويد كارتلج أكو كارتلج ثاني أو ثالث اللي نسميه أرتينويد كارتلج وهو برا ميدل انشايب يشبه حرامي الشكل هذا الأرتينويد كارتلج هو عبارة عن بير زوجين يعني كل جهة من جهات النيك أكو أرتينويد كارتلج بينما الكريكويد كارتلج هو مفرد الثايرويد كارتلج هو مفرد لكن الأرتينويد كارتلج هو عبارة عن شنو عبارة عن زوج من الكارتلج أيضا عدنا فوق الأرتينويد كارتلج أكو كارتلج هذا اللي يشوفه بالدائرة صغيرة اللي يسموه كورنيكيوليت كارتلج هذا الكورنيكيوليت كارتلج يعني وين ما وقعه فوق الأرتينويد كارتلج نشوفه مرتبط به لكن شوية أكوفة هذا الحد الفاصل اللي نسميه كارنيكيوليت كارتلج وأيضا هو بير أيضا هو عبارة عن زوج من الكارتلج الكارتلج الأخير هو هذا الكارتلج اللي شوية عنده يعني عنده ارتباط بالإبيق لوتس بلسان المزمار واللي يسموه الكيوني فوام كارتلج وأيضا هو بير إذا نستنتج من هذا الكلام أنه الكارتلج أوف دا لارنكس هي تسعة أكو منها ثلاثة أزواج ثري بير هي الأرتينويد والكارنيكيوليت والكيوني فوام أما السنكل المفردة اللي راح نستنتجه هي الإبيق لوتس والثايرويد كارتلج والكريكويد كارتلج هذا الجزء الأول مما يتقلب منه الكارتلج الجزء الثاني اللي راح نحتي عنه أو قبل ما أحتي عنه هذا الإبيق لوتس هذا الهيويد بون هذا ميمبرين هذا اللي قلنا عنه الكريكويد كارتلج هذا الثايرويد كارتلج مثل ما قلت أنه هذا الأرتينويد وهذا اللي فوق اللي صير من هذا المقطع هو عبارة عن الكارنيكيوليت كارتلج زين اللحظة بهاي الصورة أيضا المقاطع إبيق لوتس ثايرويد كارتلج كريكويد كارتلج من البوستيريار راح نشوف الأرتينويد والكيوني فوم كارتلج وأيضا الكارنيكيوليت كارتلج أيضا هذا المقطع السجيتل تاكشن أيضا راح نشوف من ما هو موجود زين الجزء الأول هو الكارتلج كم منه الجزء الثاني هو الميمبرين أنت كورد يعني الأغشية والكورد الحبال الصوتية الميمبرين الموجودة باللارنكس هي تو ميمبرين هاي الميمبرين الاثنين هي عبارة عن غشاءين الغشاء الأول نسميه كوادرا أنجولار ميمبرين كوادرا أنجولار ميمبرين وهذا الكوادرا أنجولار ميمبرين نشوفه بهذه الصورة جاي من الأرتينويد كارتلج هذا الأرتينويد كارتلج ورايح للنصف السفلي أو lower half of the epiglotus النصف السفلي من لسان المزمر إذن كوادرا أو كوادرا أنجولار ميمبرين هو يجي من الأرتينويد ويروح للنصف الأسفل من ال epiglotus فالكوادرا أنجولار ميمبرين إلى فولدات أو إلى طيات هاي الطيات هي اللي تمثل الحبالة الصوتية الطيات اللي فوق اللي نسميها أري epiglotic فولد أما هاي الطيات اللي جوه اللي نسميها vestibular فولد أو ما تسمى بالفولس فوكال كورد فولس فوكال كورد هاي بالنسبة للكوادرا أنجولار ميمبرين أكل ميمبرين الثاني يقولنه هي عبارة عن غشائي اللي يسموه كريكو ثايرويد يعني هو غشاء جاي من الكريكويد كارتلج رايح للثايرويد كارتلج هذا موضع بهذه الصورة أيضا عنده هذا الفولد أو هنا يمثل على شكل طيه اللي يسموها الفوكال فولد وهذا موجوده واللي يسموها الترو فوكال كورد أيضا لازم نشوف بهذه الصورة أيضا بانشوف هذا الفيستيبيلار وهذا الفوكال لجميلها وهذا نتيجة الميمبرين هذه الصورة الوضحت ان الأغشية هذا الثايرويد ميمبرين هذا الكريكو ثايرويد لجميلها أو الميمبرين أيضا راح نشوفه بهذه الصورة زيلا علم rating بين فولس فوكال كورد والثايروFreevoi كورد فولس فوكال كورد لعش تسموه حول لأنه Vascular هو عبارة عن False محقيقي لكن Vascular يعني يأتي Blood Supply لكن True Vocal Chord هي A Vascular وهو True اللي يطلع منها الصوت False Vocal Chord هي عبارة عن Respiratory Epithelium النسيج المتألف أنه هو نفس النسيج اللي يؤلف منه Respiratory Epithelium لكن True Vocal Chord الحقيقية هي Stratified Sequimus Epithelium أما False Vocal Chord هو Present of the Lymphatic Visules الأوعية الأنفاوية بينما True Vocal Chord No Lymphatic Visules Present هذا بالنسبة للميمبران لارنكس والميمبران والكورد حتينا عن الكارتلج حتينا عن الميمبران حتينا عن الكارت راح نحتي عن المسل أوف ذا لارنكس المسل أوف ذا لارنكس هي سبع عضلات من أحد يسأل اشكت عددين هي سبع عضلات بهاي المقطع اللي راح نشوفه هو هذا المقطع راح نشوف ثلاث عضلات Posterior كريكو أرتينويد مصل وكل عضلة لها وظيفة البوستيريار كريكو أرتينويد مصل هي وظيفتها Addaction of the Vocal Chord يعني إبعاد الفوكال كورد الأوعية الأفوانة للحبال الصوتية أما الترانسفيرس أرتينويد والأوبليك أرتينويد وكل عضلات اسمه lateral كريكو أرتينويد هاي الثلاثة وظيفتها Addaction of the Vocal Chord يقرب الفوكال كورد إذن البوستيريار كريكو أرتينويد مصل هو abdaction من جاية من أبعدنا لكن الترانسفيرس والأوبليك وأيضاً ينضاف إلى lateral كريكو أرتينويد lateral هو وظيفتها Addaction of the Vocal Chord وهي اللي تقرب الفوكال كورد أيضاً نشوفه بهذا المقطع هذا البوستيريار كريكو أرتينويد مصل وقلت هي وظيفتها abdaction of the Vocal Chord وأيضاً نشوف lateral كريكو أرتينويد والترانسفيرس أرتينويد مصل واللي قلنا وياها الأوبليك راح نسوي adaption of the Vocal Chord أيضاً عدنا ثايرو أرتينويد مصل ذا نشوفه هذا وظيفتها relax of the Vocal Chord أو استرخاء الحبال الصفية هذا المقطع راح يجمع تقريباً كل العضلات عدنا البوستيريار أو نبدأ منه الكريكو ثايرويد مصل هذا العضلة الأولى يعني جاي من الكريكويد رايحة للثايرويد هو tense of the Vocal Chord هي شد ال Vocal Chord ومثل ما قلنا ثايرو أرتينويد يعني رايحة من الثايرويد ورايحة للأرتينويد وظيفته هي relax of the Vocal Chord أيضاً عدنا البوستيريار كريكو أرتينويد هذا البوستيريار وظيفته قلنا abduction of the Vocal Chord أما الأرتينويد كارتلج هذا أما lateral كريكو أرتينويد muscle transverse أرتينويد muscle and oblique أرتينويد muscle هو adduction of the Vocal Chord العضلة السابعة هي الأري epiglotic يعني جاية من الأرتينويد رايحة للأبغلوتس ليسان المزمار وهي close of inlet of the Larynx هي اللي راح تحيط كل Larynx مثل ما أعرفنا أكو عضلات في العضلات أكو هاي العضلات لها motor nerve supply nerve supply of the muscle of the Larynx all intrinsic muscle of the Larynx receive from recurrent laryngeal nerve هذا العصب اللي سموه recurrent laryngeal nerve كل عضلات اللي ذكرناها السابعة تاخذ من recurrent laryngeal nerve except curicothyroid muscle هاي العضلة راح تاخذ من external laryngeal nerve وهذا هو external laryngeal nerve إذن هذا internal وهذا external فكل العضلات راح تاخذ الموتور يعني الحركية من recurrent laryngeal nerve ما عدا الكريكو راح تاخذ من external laryngeal nerve أما السنسوري فالعضلات أو الميوكس ممبرين أو الأغشية اللي صارة فوق هذا المستوى راح تاخذ من external laryngeal nerve والعضلات أو الميوكس الممبرين اللي راح تصير below level of the vocal راح تاخذ من recurrent laryngeal nerve لازم أوضح فد شغلة إنه recurrent laryngeal nerve هو يحمل sensory ويحمل موتور أما بالنسبة منين إجا external laryngeal nerve و internal laryngeal nerve صراحة أكو عدنا العصف العاشر أو ما يسمى الvegas nerve هذا الvegas nerve من يدخل للنيك راح ينقسم إلى superior laryngeal nerve و inferior laryngeal nerve superior laryngeal nerve داخل النيك راح ينطينا internal laryngeal و external laryngeal وذكرنا شوني راح ينطي ال internal وال external laryngeal nerve زين احنا حتينا nerve supply لازم نعرف artery ايه الاوعية الدموية لازم نعرف انه الاوعية الدموية اللي راح تغذي اللي راح تغذي اللارنجس هي ثنين هذا واحد وهذا واحد الأول نسمي superior laryngeal artery هذا superior laryngeal artery او هو دين شوفه يمشي ويال internal laryngeal نيرف شوفه هو بمحاذاته وال superior laryngeal artery هو branch from the superior thyroid artery الثايرود الغدد الدراقية راح يغذيه superior thyroid artery و inferior thyroid artery ايضا راح ينطي branch نسميه superior laryngeal artery يعني رايح للارنكس وأيضاً الغد الدرقية قلنا عندها الانفيريار ثايرويد آرتري راح ينطي برانش آخر اللي راح نسميه انفيريار لارنجيال آرتري وغذي اللارنكس هذا السبيريار ثايرويد آرتري نطر سبيريار لارنجيال آرتري هو اللي راح يغذي اللارنكس والانفيريار ثايرويد آرتري راح ينطي انفيريار لارنجيال آرتري هذا كل ما يخص اللارنكس اتمنى اعجابكم الفيديو اشتركوا بالقناة فعل زر الجرس ليصلك كل ماهو جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته